موسيقى قالت منظمة العفو الدولية الجمعة أن الجيش الناجيري لم يتخذ أي تدابير فورية لمنع احتطاف جماعة بوكو حارام لأكثر من 200 تلميذة في منتصف نيسان الماضي رغم ورود معلومات تحذيرية للجيش حول هذه العملية تسلمنا معلومات ذات مصدقية من مصادر كثيرة في نيجيريا من أن الجيش تلقى تحذيرات وضحة من أن بوكو حارام تنوي الهجوم على مدرسة تشيبوك وأن هذا الاختطاف لأكثر من 200 تلميذة كان يمكن أن لا يقع توفرت للجيش التحذيرات من أن هذه المدرسة مهددة ولم يتم فعلوا أي شيء لإنقاذ هؤلاء الفتيات ويؤمن المسؤولون في نيجيريا من أن الفتيات المختطفات لازلنا في البلاد ولم ينقلنا إلى الكاميرون هؤلاء الرجال شعروا أن باستطاعتهم النجاة بفعلتهم وأن بمغدورهم إهانة النساء ببيعهن أو اغتصابهن أو امتلاكهن ولوجود ثقافة التحصن من العقاب واحد من الأمور التي نعمل على تطبيقها هو ليس فقط إعادة الفتيات إلى بيوتهن سليمات بل وأيضا التأكد من وقف هذه الأعمال وتحت عنوان أعيد لنا بناتنا على تصوات المشاهير من سياسيين وفنانين غاضبة تطالب الحكومات بالعمل الفعلي على إعادة الفتيات إلى عائلاتهن شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة